نخلش في الحكايات اللذيذة يعني الاول بميق ان انتو الاثنين او مرة نجتمع مع بعض احنا التلات احنا قابلنا كتير بس مش مع بعض يعني الاثنين كانوا المفروض نجوم شباك في النادي الاهلي الاثنين اللي هيكسروا الدنيا في النادي الاهلي الاثنين الجايين يعني والدنيا راحت وجدت يمين وشمال وما بقاش موجود عفرطة واحمد شكري الطبيعة دلوقتي اثنين من كباتل النادي الاهلي ايه اللي حصل؟ والله يا كريم بص يعني ايه بعيد بقى عشان ايه نتكلم كلام واقع بعيد عن الظروف وبعيد عن كل حاجة ونجي في الاول وفي الاخر بتبقى نصير حيل ما نتكلم النهاردة كلام جديد اه يعني بس القصة يعني القصة الجميلة اوي اللي هي في البدايات بتاعتنا وشكري انا والراجل دوت اتربنا في النادي الاهلي من 96-97 يعني كنا عندنا 8 سنين فلما تيجي يا كريم تتربى تربية صح وتعيش حياتك كلها في الكرة صح وتتعلم الصح وتيجي بعد كده لما تمشي من النادي الاهلي تكتشف بقى امور اللي انت مثلا بتقول انا ليه ساعات انا وشكري كده لما بنقعد متكلم مع بعض ساعات بقول لنفسي انا ليه تعلمت الحلو الاول انا ليه تعلمت الحلو الاول ياريتني كنت اتمرمطت في الاول وبعد كده عشت الحلو يمكن انا يا كريم عشت الحلو وبعد كده لما مشيت شفت الوحش شفت عشوائية شفت حاجات غير طبعية يعني شفت امور يا كريم في ناس في الدورة الممتاز للأسف تخيل اللي احنا كنا فيه وقت من الاوقات اللي الناس كانت بتقف طبور عشان تقبط في الدورة الممتاز ايوه 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 انا بقول لك بص انا ب条ت دخلت شفت حاجاته انا شفت الحلو الاول انا وشكري اتربنا على الصح اتربنا على الكلrate اتربنا على كل حاجة على ال系ان على النظام الاي اللي لك واي اللي عليك فتربت في منظومه محترم اجول ناجل الاهلي هين الساعدة تقول لك ايه عامل عايبة اللي بتلعب في الأهلي أو اللي ترابط في الأهلي. ساب بيبالغ ويقولك. لا 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 مش مبالغ. بص كريم بص 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 بص. عشان بس إيه. ما نبالغش في كلامنا وبتاع. خلينا مقتنعين اللي الكرة في مصر أهلي وزمالك. عشان بس إيه من غير نفاقه من غير أي كلام. الكرة في مصر أهلي وزمالك. دلوقتي ابتدى عندي ل lasting تطلع وتصرف وبتاع. بس ما عندهمش الملكة بتاعت الأهل والزمالك. يعني أنت عندك مثلا فرقة زي فرقة البنك الأهلي ده معه منتخب مصر وعنده 16 بنت ومعه من أحسن اللعيبة لعبة في الأهل ولعبة في الزمالك وعندهم 16 بنت فهي القصة كلها لأ ترجع طبعا لإدارة الأهل وترجع لإدارة الزمالك اللي فعلا الناس دي مش نكحة من فراغ سواء الأهل أو الزمالك على طول الأهل والزمالك هم اللي بينفسوا بعدها كريم حتى برمز لما بيخش برضه محققش بطولة على المصاريف اللي هو صرفها دي كلها فخلينا نبقى وقعيين في كلامنا وخلينا نبقى في مصدقية عشان الناس تصدقنا وإحنا بنتكلم